استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة بمدينة العالمين الجديدة ديوف مصر الكرم الأشقاء صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن لقاء العالمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك حيث جدد القادة دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيق الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع الشعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوية عددا من القضايا وتطورات الأقليمية والدولية وتبادلوا وجهة النظر والرؤى بشأنها اشتركوا في القناة